أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وليعهد الفجيرة دور مؤسسات التعليم العام في دعم القطاع التعليمي والتربوي في الدولة باعتبارها دعائم رئيسية في نهضة المجتمع معرفيا وفكريا وتمكين أفراده وتعزيز وعيهم جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان الأميري مع لي سارة بن تيوسف الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وأشار سموه إلى حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمتطلبات العملية التعليمية في الإمارة والأقوف على احتياجات مؤسساتها واستمع سموه لعهد الفجيرة خلال اللقاء من معالي سارة بن تيوسف الأميري إلى المبادرات التعليمية الجديدة والأنشطة التي يتم العمل عليها في مدارس الدولة في العام الدراسي الجديد